تتفاقم الأزمة الاقتصادية ساعة بعد ساعة ومع قدوم عيد الأطحى المبارك تتجلى الأزمة أكثر فأكثر نسبة الأضاحي هذا العام انخفضت بشكل كبير جدا كثير من الناس تخلوا عن أداء هذه الشعيرة بسبب ضيق الأحوال المادية والقلة التي ستضحي هذا العيد تخلت عن الانفراد والأضحية فأصبح عدد من الأشخاص يتشاركون لشراء عجل عوضا عن الخروف قديش اليوم الكيلو عامين حسب اليوم من 85 إلى 90 ألف وقف على أمه مثل ما أناك شايف وقف هيك على أمه 85 ألف وقف والبقر نفس الشي يعني بال60 ألف بال60 ألف وقف ما في بيع ما في بيع بالمرة ما في بيع 80% فرعت عن الأعياد اللي من مضيت يعني واللي مساعد السوء بس أنه هالمغتربين شوي ولو ما فيه مغتربين ما فيه شي هون محلي يعني يعني بلجأوا عجل البار يعني بدل ما يضحي خارف حقه 5-6 مليون عبروا على عجل البار يعني يعني مشان يوفر يعني كل سبع أشخاص بضحوا عجل عرفت مشان يبلجأ للتوفير لأنه الشخص ما بيضحي خارف لحاله اليوم عندنا خسارة قوية عندنا خسارة العلف العلف غالي طال العلف حقه 7 مليون يعني احنا كله خسارات ما فيه ولا عندنا الدولة بتدعم يعني ما عندك وزارة زراعة بتدعم بتدعمنا ولا عندناش يعني بخص العلف غالي اليوم طال الشعير 7 مليون 6 مليون وخمسمائة ألف يعني احنا الراس كل ما تأخر عنا كل ما أزانا سعر غال وقدر عال لهذه الخراف في حين أن قدر المواطن اللبناني ينخفض يوما بعد يوم فيا ترى من هي السلطة التي انتخبتها هذه الخراف لتنعم بهذا الأمان غسان فران صوت بيروت انترناشنال اشتركوا في القناة